اشتركوا في القناة وعلاقات التاريخية الوثيقة بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية الصديقة وأكد جلالة الملك المفدى أهمية تبادل مثل هذه الزيارات بين المسؤولين في البلدين لما لها من أهمية في دعم التعاون المشترك في كافة المجلات وأكد جلالة الملك الحرص على استمرار العلاقات الوثيقة بين البلدين وتطويرها لكلمى فيه خير وصالح الشعبين الصديقين وأشهد بالشراكة الاقتصادية الوثيقة بين البلدين والتي عززتها اتفاقية التجارة الحرة التي أسمت في مضاعفة مستوى حجم التبالي للتجاري ودعم النشاط الاقتصادي للولايات المتحدة في المنطقة منوها باتخاذ العديد من الشركات الأمريكية الرائدة البحرين مقرا إقليميا لإدارة أعمالها لما توفره من إمكانيات وتسهيلات استثمارية كبيرة وأكد جلالته أن الموقع الاستراتيجية والكوادر البشرية المؤهلة في مختلف القطاعات جعلت من المملكة وجهة اقتصادية جاذبة للاستثمار منوها بالدور الهام الذي يطلع به القطاع الخاص في دعم وتنمية التعاون البحريني الأمريكي من خلال تبالل الزيارات والاستفادة من الاتفاقيات المبرمة بين البلادين لتوفير المزيد من الفرص الاستثمارية وإقامة المشاريع المشتركة بما يخدم مصالح الدولتين والشعبين الصديقين من جانبه أشهد معالي السيد توماس دونهيو الرئيس والمدير التنفيذي لغرفة التجارة بالولايات المتحدة الأمريكية بالعلاقات العريقة والمتميزة بين البلدين خاصة في المجالات التجارية وباتفاقية التجارة الحرة التي عززت من هذه العلاقات كما عرب عن حرص الولايات المتحدة الأمريكية المتواصل لاستمرار تنمية العلاقات كبلدين صديقين وحليفين والسعي المستمر لفتح مجالات أكبر لهذا التعاون المشترك معربا عن سعادته لزيارة البحرين وبما لقيه من ترحيب وحرص على التعاون بين البلدين الصديقين